بسم الله الرحمن الرحيم القرنفل كانوا من التوابل الحقيقة مهدوم حقه بدرجة كبيرة يعني ممكن نلاقي انواع كتيرة من التوابل المعروفة والمشهورة أو حتى اللي استعمالها بيبقى ولاي القوي إنما غالبا مش هنلاقي القرنفل من ضمن التوابل دي في بيوتنا عموما في حاجات زريفة في التاريخ بتاع القرنفل يعني هنقولها كده مع بعض الصين لما كان بيحكومك في وقت من الأوقات كان أي حد يقرب من الامبراطور ده كان لازم يحط ببق وكام حبات قرنفل علشان الريحة والنفس اللي ممكن يدائم إنها سعادة الامبراطور في جزر في اندونيسيا اسمها جزر الملوك أو جزر التوابل وكان من ضمن العادات الأديمة المتوارسة في الجزر دي إنه هم لازم يزرعوا شجرة قرنفل مع كل مولود جديد وكانوا بيعتقدوا إن مصير المولود ده ومصير الشجرة مرتبطين بوعد لآخر العمر القرنفل جال وقت من الأوقات إنه كان غالي جدا والتجارة بتاعته كانت تجارة مربحة بتكسب كتير علشان كده الجماعة التجار بتوع هولندا ولعوا في شجر القرنفل بتاع جزر الملوك علشان يحرقوه ويقضوا على أغلب المحصول بتاعه وبالتالي سعره يعلق ويعلق وهم يكسبوا أكتر وأكتر إنما بسبب أهمية القرنفل سواء من ناحية الاقتصادية أو الدينية بالنسبة لأهالي جزر الملوك الأهالي دول خاضوا الحقيقة حروب دموية وطاحنة مع الهولنديين وكانت النتيجة بصالح الأهالي واتغيرت تماما السياسات اللي كانت بتتحكم في تجارة القرنفل ولصالح أهل جزر الملوك بالرغم من إن القرنفل وزي ما قلنا قبل كده إن أغلب الناس ما تعرفوش أو ما بتستعملوش ضمن التوابل بتاعتهم إلا إنه هو الوحيد اللي بييجي على بلنا كلنا لما نشتكي من وجع الأسنان ده طبعا بسبب تأثيره المخدر والمسكن في نفس الوقت لدرجة إن كتير من أطبال الأسنان في الغالب يعني بيبقى عندهم دايما إزاز الزيت قرنفل علشان يسكنوا بيه الألم سواء قبل الخلع أو بعده ده غير إنه بيخش في تصنيع معجن أسنان ومضمضة وبعض أنواع من الصبون والروايح والعطور وبعض منتجات التجميل وبسبب طعمه ورحته المميزة هللاقي بعض الشركات ومصانع الأكل المعلب والعصائر المختلفة بتحط القرنفل في المنتجات دي لدرجة إنه بيعتبر المكون الأساسي والسحري في تدبيل اللحوم اللي هتتشوي بعد كده سواء على الفحم أو بأي طريقة تانية من الشو يعني الطب الشعبي والتقليدي بقى من زمان بيستعمل القرنفل في حالات كتيرة قوي يعني القرنفل المطحون بيستعمله في حالات غمامان النفس والقئ والانتفاخ والغزات والإسهال والفتاء والكحة والتهاب الفم والزور وبيحط القرنفل الصحيح مش المطحون مع الشاي الأحمر علشان يعمل وقاية من سرطان الرئة وعلاج نهائي للربو وحساسية الصدر والكحة المزمنة ده طبعا على حسب كلامهم يعني بطبيعة الحال الطريقة دي بتبقى عبارة عن 100 جرام قرنفل و50 جرام من الشاي الأحمر بيتحطوا في لتر مية وينسيبهم كده 24 ساعة وبعد كده نستعمل مية دي الصبح وبالليل يعني معلقة كبيرة الصبح وبالليل وبيعملوا من الزيت ده مركب كده زي الكريم أو الجل وده بيفيد في حالات البواسير ولو تحط على الجلد بيطرد الحشرات زي النموس وبرضه لما بيتحط على الجلد بيهدي قوي من الهرش والحكة والحساسية اللي جماعة اللي شغالين في الطب الشعبي بيستعملوا كل حاجة في القرنفل يعني الزهرة بتاعته والأوراق والسقان والزيت القرنفل نفسه اللي احنا بنشتريه ونستعمله عبارة عن براعم الأزهار بتاعت القرنفل اللي ما تفتحتش لسه مقفولة يعني الأبحاث العلمية الحقيقة اللي تعاملت على القرنفل مش كتيرة وأغلبها كمان أبحاث معملية مش على الإنسان وبالتالي مفيش تأكيد علمي على أن القرنفل والزيت بتاعه اللي هم الكفاءة والقدرة على علاج الأمراض اللي الطب الشعبي من ناحية تانية مقتنع تماما بالقدرة والكفاءة دي وكمعلومات عامة يعني نقول أن القرنفل معروف من ألاف السنين والموطن الأصلي الأولي لزراعة القرنفل كان في جنوب الفلبين وجزر الملوك أو جزر التوابل في أندونيسيا إنما بعد كده انتشر زراعة القرنفل خاصة في تنزانيا ومدغاشقر والبرازيل المفروض طبعا أن التوابل وصفها عامة ومن ضمنها القرنفل لما نستعملها تكون بكمية بسيطة يعني اللي احنا بنحطها دائمان على الأكل ما نزودش في الكمية قوي علشان ما نضمنش أي رد فعل عكسي خاصة بقى مع عدم وجود مصادر كتيرة أو موصوق فيها في نفس الوقت يعني من الآخر كده لا إفراط ولا تفريط وحتى اللي بيستعمل أي نوع من التوابل ومهما كانت ولقى منها أي أعراض غير طبيعية يبطلها فورا على أي حال القرنفل سواء حطناها على الأكل اللي بنعمله أو مع أي عصاير أو شاي أو قهوة بالتأكيد هيكون ليه مرضود مش بطل أبدا يعني والله لو كان فيه فواية صحية زي اللي احنا قلنا عليها أهلا وسهلا وخير وبركة ولو الكلام ده بشوارد فيكفي أنه هيدي طعم وريحة مختلفة ومحببة في نفس الوقت لأي حاجة بتحط عليها المهم أنه نهتم بالقرنفل شوية ونديله حقه ونردله اعتباره اللي استحقه في الحقيقة ونخليه في بيوتنا ومن ننساش نستعمله لعله عصا يعجبنا ويبقى أساسي زي الملح والفلفل كده مش لتسكين الألام بس وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته